ممتاز عايزة انتقل لزيارة ولي العهد السعودي لمصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كيف تقرأ هذه الزيارة؟ أول ما يلفت النظر في لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان وزير ولي العهد السعودي هو الصورة التي تلتقطت لهذا اللقاء هي أهم يعني الصورة تلخص الصورة يعني بدت كأنها اجتماع أخوي عائلي الطابع فيها كتير من الود يعني ورتيح العائلي واضح جدا سواء في طريقة الليبس أو في طريقة الجلوس أو في لمحات لغة الجسد يعني دي الأول ملاحظة الملاحظة الأخرى طبعا هذا انعكس في التدوينة التي كتبها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته على الفيسبوك تدوينة رغم قصرها متضمنة معاني متضمنة معاني المكثفة لحظة أنه قال أنه نلتقيت بأخي الأمير محمد بن سلمان ولا ما يسق حتى صفته الرسمية تأكيدا للمعنى العائلي اللي أشار إليه في جملة تانية بأنه في علاقة متميزة دائمة تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي والجملة التي في الوسط تتحدث عن فكرة أنه جرى بحث حاجتين تطوير العلاقة المشتركة بين مصر والسعودية اتنين أنه القضايا الإقليمية قضايا المنطقة والقضايا الدولية التي تهم البلدين متحدثا عن توافق واسع مصر والسعودية يعني النظام العرب اللي كلنا نتحدث عنه حالا وفي ذي رحلة تدهوره كان قائما لفترة طويلة على ثلاثين هو مصر والسعودية وسوريا جرى ما جرى في سوريا مما يعني عطل دورها فما بقى من عمود الخيمة هو مصر والسعودية ليه بقى من عمود الخيمة؟ في أوضاع حقيقية حقائق ناطقة ليست فقط متعلقة بالمكانة الرمزية للمملكة العربية السعودية يكون فيها محبة الوحي الإلهي المتعلق بالدين الإسلامي الدين الغالب في المنطقة وهو يعني واحد من أو ربما أكبر دين انتشارا في العالم يعني اتنين السعودية اقتصادا هي رقم واحد في العالم العربي مصر في الفترة الأخيرة مع التطور الذي جرى في معدلات النمو كان الترتيب السعودية ثم الإمارات ثم مصر مصر أصبحت رقم اتنين يعني بدبقا للتقارير الدولية أخيرا وطبعا لذالت الفجوة موجودة بحكم التلاتة للمصر والسعودية في هذه الفترة لاحظي أنه منذ ولي الرئيس السيسي وهو يتحدث عن تعبير اللي هو فكرة أن أمن الخليج خط أحمر وكان يجري في هذا السياق تجري أفكار من نوع القوى العربية المشتركة أو الحلف العربي في انشغالات تبدو أكثر إلحاحا على مصر وانشغالات تبدو أكثر إلحاحا على مصر وانشغالات مشتركة بين الدولتين قيمة هذا الاجتماع الأخوي العائلي في تقديري قرأتي له من بعيد أنه جرى رغم بساطة الجلسة من جاز التعبير أنا بعتبره واحد من أخطر اللقاء ليه؟ لأنه أولا جاء بعد التغير في الإدارة الأمريكية وكلنا يدرك المشكلات التي كانت قائمة وتعاون والدور المشترك بين مصر والسعودية في تعديل وجهات نظر الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فترة ترامب اتنين أنه كلنا يدرك أيضا أن هذا الاجتماع يأتي في دمن خطر جدا مهم جدا مصر تواجه فيه تحديا مصريا أشارتم إليه في الفقرات التي سبقت حول ساد النهضة كلنا يدرك أيضا أنه فيه تغيرات في المنطقة من نوع عودة الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات وكلنا يدرك أن السعودية والأمير محمد بن سلمان شخصيا عبر عن رغبة جديدة في صياغة سياسة جديدة مع إيران بالتواقط مع صياغة سياسة جديدة تطلبها تركيا من البلدين أعتقد أن كل هذه التحولات هي موضع بحث جد وأخوي بين البلدين وأعتقد أن فيها اتفاق إلى حد كبير دون تفصيل أيضا فكرة التعاون المشترك مصر أكبر مستثمر عربي أصد السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر والعمالة المصرية الموجودة في السعودية في قرابة الثلاثة مليون فالعلاقات متشابكة جدا وتطويرها يعد كما لو كنا بصدد قمة عربية رمزية يعني لم يجتمع الـ 22 حاكما لكن اجتماع هذين الحاكمين بهذه الطريقة هو قمة عربية رمزية في تقليل ترجمة نانسي قنقر